اصداد الله صباحكم مشاهدين الكرام ازول في اللون مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينك لما تحتو على اهم شيء في حياة الانسان الان الاقل الدنيا وين تكلموه على السكن السكن ليبقى كم اسمي وهل اجازه كبار السن قبر الدنيا هاد السكن الجزائر مشات في خطوات كبيرة في على اكس بعض الدول المجاورة وينسكن كينسكنات مختلفة الصياغ اللي تمنح للمواطنين بمدعمه خلينا نقول حتى اليوم مدعمة ومدعمة بشكل كبير لانه لما نشوفه مثلا السكن الاجتماعي والسكن اللاديال والسكن الالبي الان والالبي بي وكل الصياغ والالاس بيقبلهم يعني الصياغ مليحة واستفادوا من هالناس اليوم نحن عارفوا الرقم مش هستفادوا من هالناس نحن عارفوا كيف يتم الانجاز هذا اكيد الانجاز اللا نشوفه لكن طرق الانجاز وكيفية الانجاز وكيفية البناء الان العلم روي طور بقاتش البروطاء والطالوش ليس كذلك سيريدا بوريوه مدير البناء والانجاز بوزارة السكن والعمران صباح الخير شكرا على قبول دعوتنا اليوم صباح الخير وشكرا الاستضافة بالفعل يعني سيبيلا كما تقدمت يعني في المقدمة اليوم الأساليب وأنمط البناء حدثت عليها يعني تعديلات تحسينات لوجوه إلى تكنولوجيا اليوم مواد البناء الجديدة والمبتكرة الموفرة للطاقة كذلك الإيكولوجية صديقة البيئة اليوم نلجأ إليها في عملية البناء وكما تفضلت أن عملية البناء هي تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين من يعني بداية من اختيار الموقع إلى إجراء تجارب على التربة من مختلف الدراسات المعمارية الهيكلية كذلك تأجي المراقبة من طرف الهيئة الوطنية المراقبة التقنية اختيار المقاولة اختيار مكتب الدراسات للمتابعة المراقبة من طرف كل جميع هذا المتدخلين في هذه السلسلة هدفه موحد وهو إنجاز السكن لائق ملائم مطابق للمعايير والمواصفات وكذلك آمن ويوفر شروط الرفاه والديمومة الجزائر قطعت أشوات كبيرة وكبيرة جداً في عملية البناء أخير دليل الأرقام التي أود أن أذكر بها مثلاً 2020 2021 و2022 على مدارة السنوات ثم توزيع 920 ألف وحدة سكنية بمختلف صياغ لجميع شرائح المجتمع وهذه تجربة فريدة من نوعها في العالم وهذا في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية وهي توفير السكن ملائم ولائق للمواطن الجزائري في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية الآن نرى نشوفه معرض الباطيماتك اللي تمتشينه أول أمس من طرف وزيرة سكن سيطاق بلاريبي هذا من فوق بعدد من الوزارة هذا المعرض أهميته كبيرة لأنه اليوم لما تكلموا على سكانات لازم كذلك أن تكلموا على الكيفية النوعية وأكثر أشيء مهمة والمدة الزمنية هل من خلال هذا المعرض هذا رح نكتشفه ربما أو رح تقدروا تجيبوا تكنولوجيات أكبر وأسرع وأحسن من أجل تسريع وثيرة الإنجاز بالفعل يعني كما أدل بها سيد دوزير السكن العمران والمدينة أن هذه التظاهرة أصبحت تقليدا منذ 25 سنة وليوم هذه الطبعة الـ 25 شهدت رقاما قياسية من ناحية المشاركة حيث سجلنا مشاركة 900 أعريضا منهم 350 جنبيين و 550 وطنيين في مختلف الشعب ومختلف الإختصاصات منها مواد البناء منها أساليب البناء منها المكونات البناء كذلك منها الزنجا 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 بكل مختلف الشعب من أجل يعني عرض آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا في هذا المجال ونحن كقطاع مشرف على إنجاز السكانات وعدد معتبر من سكانات وبرنامج ضخم سكانات المرافق العمومية الكبرى نشجع لجوء إلى المواد الجديدة والمبتكرة التي تكون مطابقة للمعايير من أجل يعني من أجل منتوج يكون دونوعية يكون مطابق لمتطلبات ضفات الشروط واليوم الحمد لله لنشوف السكانات لتنجز يعني إضافة إلى الكم اليوم نعطي الأهمية إلى الجودة من خلال حزمة من الإجرات اللي قمنا بها أولا وضع يعني تنظيم المعمول به ووضع كذلك المواصفات لمواد البناء ونمط البناء وكذلك الصهر على تطبيق الصارم لهذه المعايير في عملية التنفيذ وتأكد من مطابقة هذه المواد قبل تنفيذها عبر يعني إجراءات منها إجراءات المطابقة لنقوموا بها على مستوى المخابر وقبل تنفيذها لتأكد من أن يعني جميع الخصائص والمميزات لهذه المواد يعني محترمة ومتوفرة إضافة إلى أن نشجع تحديث المهن البناء ولجوء إلى أساليب خفيفة لأنه يعني كما يعلم الجميع أن مهنة البناء تدخل في بعض المهن يعني أحنا من أنجل تخفيفة على العمال نشجع يعني لجوء إلى سكونابل دي بروسيدي دي كوفراج باريجي لخفاف لما يطلبوش دي موين دي لوفاج كبار كذلك عبر إجراء اللي هو اليوم بالنسبة للأنظمة البناء الجديدة إحنا ما عندنا شمعنا القطع متفتح يدرس جميع الاقتراحات جميع الحلول التقنية وهذا عبر إجراء اللي هو منح الاعتماد أو منح يعني ما يسمى بالآراء التقنية الإضافي تكنيكا عن طريق مخبر هذا الكنيريب اللي هو تابع إلى الموضوع تحتوي صيد الوزارة الساكن العمران والمدينة كل هذه الإجراءات اليوم تعطينا في إطار تنويع لأنماط البناء القطع يبقى متفتحا والحمد لله اليوم في البرنامج الخماسي سيد رئيس الجمهورية 2020-2024 سجلنا مليون وحدة ساكنية بمختلف صياغ التي تتطلب من اليوم وسائل إنجاز جزائرية وسائل دراسة جزائرية مؤسسة جزائرية وكذلك مواد ومدخلة البناء ذات صنع محلي بجودة عالية وكما أدل بي سيد وزير ساكن على هام شهد الصالون أن اليوم وصلنا والحمد لله إلى ساكن مئة بالمئة الجزائري وهذا مفهرة للجزائر سيد ريدا فقط أنا أحب أن تكلم عن تكنولوجيات في البناء لأنه هما يساعدوا في قضية المدة والنوعية من خلال باطماتك هل هناك ربما ابتكار جديد جئ به ورح تستعملوا الجزائر حتى تكون وطيرة الإنجاز السرع ومن ناحية نوعية كذلك تكون أحسن والله ما لا فتع انتباهي خلال زيارتنا للأجنحة أن هناك مواد بناء جديدة ومبتكرة مثلاً يعني المستعملة في ما يسمى بالعزل الحراري واليوم والمواد الإيكولوجية واليوم نتكلم على صفر سيو دو يعني غساني وكسين الكربون والجزائر عندها التزامة الدولية لخفض لمساهمتها في خفض انبيعات الغازة الحبيسة بما يقدر بسبعة في المئة بإمكانية جزائرية والسكن يعتبر من أكبر مستهلكي الطاقة بما يقارب 43% وهو كذلك مسؤول على نسبة كبيرة من بيعات الغازات في هذا الصدد قطاع السكن يضع مسألة النجاعة الطاقوية ضمن أولويته وقوم نديجة بتجارب مثلاً 600 مسكن نموذجي إن أدخل الجميع تدابير نجاعة الطاقوية وكذلك اليوم العزل الأغرفة الخارجية عزل الأسطوح بصفة أوتوماتيكية لجوء إلى النجارة الخارجية من الأليمنيوم وكذلك تسجيج المزدوج كل هذه التدابير تصب في هذا المنح ونشجع جميع المواد من هذه العزلة اليوم مثلاً كاين سفونابل ديزاندوي لديهم هذه الخاصية تاع العزل لأنهم من ناحية تطبيقهم يكون سهل لا يطلب إمكانيات كبيرة لا يطلب جهد كبير وعنده وظيفة العزل الحراري من الخارج وحنا اليوم كذلك إضافة إلى السكنات الجديدة عندما يتم تطبيق تدابير هذه الأحكام الوثيقة التقنية متعلقة بالتقنية الحراري والعزل يعني بصفة أوتوماتيكية اليوم عندنا حضيرة سكنية تقارب عشر ملايين ونصف وحدة سكنية التي تطلب إعادة هيكلتها من ناحية يعني من ناحية الإزولاسيون تيرميك من ناحية العزل الحراري واليوم هذه المواد الجديدة مثلاً هذه المواد الجديدة نقدر أن نقوم بتطبيقهم بصفة وهذه تدخل في تشجيع الإبتكار واستعمال تكنولوجيات الحديثة في ميدان البناء والحمد لله يعني اليوم عندنا إطارات عندنا خبراء في هذا الميدان نشجع كذلك البحث والتنمية وهذا من أجل جسر بين المصنعين وهذا مراكز البحث نحن عندنا مراكز البحث الذي يخدم على مواد البناء منذ عدة سنوات وهو الكنيريب من ناحية إجراء التجارب من ناحية إصدار هذه الآراء التقنية القطاع متفتح على جميع ويشجع جميع المستمرين والمتعمل الاقتصاديين للوجوء إلى هذه المواد الجديدة والمبتكرة والحمد لله اليوم السوق الجزائرية لحقنا لإكتفاء ذاتي من ناحية المواد الإستراجيجية كالإسمنت والحديد آخر الإحصائيات مثلاً بالنسبة للإسمنت عندنا 39 مليون كقدرة إنتاج وطنية اليوم كان فائد وهذه المصنعين سيصدروا للخارج الحديد بما يقارب 5 مليون ونصف مليون طن سنوين بالنسبة للتنين وعشرين كل هذه القدرات هذه لبات احتياجات مثلاً قطاع الساكن واليوم لحقنا إلى إكتفاء ذاتي من ناحية إنتاج وتصنيع مواد البناء نعم في ضرد أوري وكذلك نخليه هذا الملف جانباً نروح ملف آخر ونعود نوليه هذا الملف الملف اللي أنت كذلك تشرف عليه هو البطاقية الوطنية للسكن يعني تتحدد من خلال من مكتبك شكون اللي عنده الحق في الاستفادة من السكن وشكون ما عندهش الحق يعني طبقاً للقوانين والقوانين المعمول بها الآن أنا أحبت نعرف لأنه معلومة مهمة جداً عدد المستفيدين من السكن إلى غاية الساعة اللهي وتحت لي الفرصة اليوم باش نذكر أنه يعني البطاقية الوطنية للسكن هي اليوم عدد اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات مشرفة على عمليات التوزيع وعلى عمليات منح السكنات اليوم قوام البطاقية الوطنية يتعدى 9 ملايين و 800 ألف تسجيل تسجيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين استفادوا من سكنات مالكي سكنات 9 ملايين سمح لي 9 ملايين و 800 ألف يعني نقارب لعشر ملايين نقارب لعشر ملايين تسجيل تسجيل على مستوى البطاقية الوطنية ما معنى تسجيل تسجيل ما عندها إما استفاد من سكن استفاد من إعانة موجهة للسكن حائز على رخصة البناء تقدم بطالب رخصة البناء من أجل يعني تردوريجولاريزازيون في إطار القانون 08 تسوية في إطار 08 15 كل هذه بيكون بمختلف الصياء راهم داخل البطاقية الوطنية وهذه من أجل إضفاء الشفافية في توزيع السكنات وتوزيع السكنات إلى لمستحقها والقضايا على كل أنواع الممارسات إذا كان لكان فصلها مثلاً عدد المستفيدين من سكن عدل شاء الله را نحتل المسجلين في عدل والله ما عنديش الرقم ولكن اليوم عندنا العدل برنامج عدل واحد وهو 55 ألف وحدة سكنية وعندنا هذا العدل الثانيين بخمسمية وستين ألف وحدة سكنية اليوم قلوب اللي عندنا ستميات ألف 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 مسجل في عدل لإعطاء برك بعض التوضيحات أنه يعني على مستوى الاكتتاب مكتتب لما يتقدم بطالب يدخل في البطاقية الوطنية مباشرة مباشرة لأنه يسمح لأنه هو مكتتب في صيغة من الصياغ يسمح المواطنين آخرين من الولوج إلى صيغة أخرى ويكون عمليات المراقبة على جميع المستويات يستطيع مع كل دفع شطر من الأشطار هناك عمليات المراقبة لتأكد بهذا المواطن هذا والمكتب ما زال يحق له السكن ومذكرون أنه البطاقية الوطنية للسكنة بها وزير السكن الأسبق سيد عبد المجيد من رئيس الجمهورية الآن واللي كانت أنا ذاك ربما شك البزناسية السكن سواء كانوا أنا ذاك مسؤولين وكانوا أقرباء المسؤولين اللي كانوا يستفادوه أنا أتذكر جيدا وكان أطعني تذكرنا ذاك الحصرية المعلومة على البطاقية الوطن أنه جاءت حتى يضع حد للبزناسية والناس اللي كانت تديوا اللي عندها الكتاف وتدي سكن زوجه ثلاثة واربعة في حين تلقى المواطن البسيط ما يديش ولا سكن واحد الآن هل تم القضاء نهائيا على عملية البزناسية اللي يديه سكنين ثلاثة أربعة خلال هذه البطاقية إن أكد لك من هذا المنبر أنه يعني كان قطيعة مع جميع هذه الممارسات اليوم هي أدت فعالة بالنسبة لسلطات المشري فعالة عمليات توزيع وملح السكنات يعني قبل التوزيع بعد التوزيع أثناء التوزيع هناك مراقبة شديدة وهناك يعني بصفة أوتوماتيكية جميع القوائب لجميع السكنات بمختلف الصيغ تمر عبر البطاقية الوطنية وهي التي تعتبر مفخرة والحمد لله اليوم نعمل على تحسينها وعصرنتها وقمنا مؤخراً بتصفية البطاقية الوطنية وإضافة بما يسمى الرقم التعريف الوطني اليوم في إطار يعني الرقمنا وفي إطار عصرنت هذه البطاقية الوطنية لتبقى أدات وإحنا جميع القطاعات يعتمدوا على هذه البطاقية حتى في مختلف تحقيقات أخرى في مختلف منح سكنات بالنسبة لبعض القطاعات الموجهة لها تتمر عبر البطاقية الوطنية وإحنا مستأدين اليوم في حتى العدلة رأي تلجأ البطاقية وضبطيات القضائية لما يحسبوا مسؤولين وقد يعودوا البطاقية لأنه سيلقوا فيها وش عنده كممتلكات الشخص بالفعل نحن نرفق قطاع العدلة وجامعة تحقيقات ليقوم بها هناك مراقبة وتحقق من مدى استفادت هذه الناس من سكنات ونعمل بطريقة توفقية معهم وكما قلت البطاقية الوطنية اليوم في إطار تحول الرقمي في إطار ما بين القطاعات وبين قواعد البيانات لمختلف القطاعات نحن القطاعات اليوم بطاقية الوطنية مستعدين باش ننطلقوا في هذا النمط ويكون هناك تقاطع للبيانات مع مختلف القواعد البيانات كوزارة الداخلية ووزارة المالية واليوم لإدفاء أكثر يعني من نوع من الدقة وتحقيق في في هذا المستوى نعم عملية الغربة في رضا أسبوعيا مثلا شحال تطيح من شخص ولا شهريا ولا حتى الآن عندك رقم تقريبي نقدر نعطي لك معدل سانوي يعني من عملية المراقبة 12-13-14% يعني ليكونوا ليكونوا مراقبين إيجابيين في في النطاقية الوطنية بنسبة لسكنات مثلا التجاري العمومي نتراحوا هذا بـ 12 ولكن يعني ماهوش معدل يعني لناخدوه ليتغير من بين يعني ولاية إلى ولاية واليوم الحمد لله الحمد لله يعني هذه الألية هذه اللي وضعناها نعم خلينا اليوم نضف يعني إفاع شفافية في عملية وتوزيع السكنات إلا لمستحقها نعم أنا عندي سؤال آخر مثلا شكون هو ليقدر يطيح في البطاقية شكون هما المعنيين أنه أنا مثلا نروح نحط ملف سكن كيفاش حتى أنا اليوم راني نعرف أنه نروح نحطه لما نروحش لأنه إذا راح تحطيته راح إذا كان عندي حاجات مؤينة راح نطيح في البطاقية والله يتعود للمواطن يعني المواطن يعني لما يعني يكون متأكد من لي أنه حائز على السكن ما يتقدمش يعني من المفروض هذا حائز على السكن من المفروض ما يعني شوي سيزارو يقولك يغلطوا في الآسم يقولك يغلطوا في الآسم يعني يقولك بفضل هذه البطاقية اليوم إن شاء الله هناك يعني ذيقة في عملية المراقبة واليوم أضفنا من بين يعني الإنجازات أنه أضفنا يعني الرقم التعريف الوطني وكل مواطن حائز على رقم التعريف الوطني واحد وهنا يقولك لونين لونين اللي هو وره مدمج يعني ما يتغير الآسم دياله يغير له شوية حور وشوية فلاضة نيسانس يجوز يجوز وإحنا عندنا تقاطع مباشرة مع السجل الوطني لحالة المدنية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وبفضل هذه الإجراء يعني الأمور تكون يعني مضبوطة وبصفة شفافة كاش اللي أبقى يعني شكون هما المقصيين من استفادة من السكن؟ والله المقصيين اللي استفادة لحازد ليكون لدا سكن خلاص هذا معروف ليكون حائز ديجاء على السكن ليكون مستفيد ليستفاد من إعانة مالية معلش هذه الإعانة المالية شحال محددة الآن لأنه بزافت أسئلة يجوا اللي ربما يقدموا طوعون على مستوى وزارة السكن خاصة فيما يخص لديل شحال لازم يكون استفاد من الإعانة؟ خلينا نوضح لهم والله منح توضح القانون الواضح يعني ليكون استفاد اليوم الإعانة صندوق الوطني الساكن المقدرة ب سبعمائة ألف سبعين مليون سيانات سبعين مليون اليوم مثلا الصيغة كان صيغة عدل هي إعانة غير مباشرة يعني استفاد منها المرقي مباشرة ما يستفادش منها المواطن أنه فيها مونتاج في عملية السعر كذلك لإستفاد من الإعانة ريفية واليوم هذه الصيغة هذه تلقى رواج كبير وكبير خاصة في مناطق الهضة بالعليا والجنوب بإضافة إلى تحصيصات الاجتماعية وكذلك أخذت حصة الأسد كذلك في برنامجناه ألفين وعشرين ألفين وعبا عشرين بما يعدل ستين والاحتفل ستين بالمياه يعني تلقى رواج لأنه المواطن أولا من بين الأهداف هو تتبيت الساكينة في المحيط الريفي ديالها المواطن يحب هذه الصيغة لأنه يبني المسكن دياله في الأرض تاعه يبقى يزاوي النشاطات الفلاحية دياله في البيئة دياله اللي عايش فيها هنا هذه إعانة الدولة عملت هذه الصيغة واليوم تلقى رواج كبير فقط لما يحط سكريبتر بلغاته على واحد مواطن يحطوا الميلف دياله ماذا يقعد ينتظر بش تقوله أو نيجاتي في أولا نحن البطاقية الوطنية كأدات ما من ناحية الوقت المستغرق في معالجة الميلفات في معالجة الميلفات لأن المشرفين هناك مثلا السلطات المحلية لبعض الصياغ لما يطعلكم الميلف دياله لما القوائم تكون مضبوطة نعمله بصفة آلية بصفة آلية القائمة تأتي من المدير السكن أو من المدير أو بي جي أو من عدل القائمة ترسل ما كاش تدخلتها الأنصر البشاري بصفة إلكترونيك هذه القائمة لما نعمل عليها الغربالة والمراقبة تعود تولي في نس الشكل بصفة آلية ونحن مثلا نسجل في كل موعد تاريخي لتوزيع الساكانات مثلا قبل عملية توزيع يكون هناك طلب كبير للمراقبة على مستوى البطاقية الوطنية ولكن بفضل خصائص التطبيق بفضل خصائص المنصة الرقمية نجاوبوا بصفة آلية أنتم تشوفوا الإسم اللقب تاريخ الميلاد هذا ما كان لا هناك معلومة تاريخ لإسم تاريخ الميلاد اسم الأب الأم اسم الزوجة لأنه اليوم ما نتكلموش على مواطن الوحدون نتكلموش على الميناج يستطيع على عائلة الزوجة أو لكن بابا استفاد على الشيء وليدون لا للأب لا لا للأب نحكي الزوجة مع الزوجة لأننا نتكلم اليوم استطيع الميناج الكنجوان يدخل في إطار المراقبة مواطن مواطن ايكس مثلا يتقدم بيط طالب الساكن إحنا ولي كانت زوجته استفادت إلا كانت زوجته استفادت قبل ما يتزوجها نعم قبل ما يتزوجها استفادت من الساكن ومبعد زوج بها ما يستفاد شوه؟ والله هاد الإشكالية هادى طرحة يعني هادى هادى طرحة يعني أجمع واحد يحوس عليها يقولها بركه ولا راكي ولا عندك سكنات ولا لا غير مكان لا يعني مشوهني ولا يا طيطة طيالو والله شوف الساكن اليوم يعني عنده عنده طابع الاجتماعي يعني يدوا له يعني مجهودة جبارة وجبارة موال يعني كبيرة وكبيرة خصيصة للساكن يبقى أولوية ساكن لائق الحمد لله يعني قضاء اليوم الممارسة الغش يعني إلى الزوج عنده ألاش للزوجة تانية تكون عندها وإحنا ننتكلم اليوم على الميناج ليكون عندهم يعني أنطوى وساكن لائق ويتوفر على جميع شروط يعني الرفاه والأمان والسلام نعم دائما في إطار البطاقية حتى نخرج معك من هذا الموضوع الآن عنا 9800 واحد مسجل في البطاقية للوطنية للسكن هل تتوقعون ارتفاع هذا العدد مستقبل والله والله العدد مرشح الارتفاع لأنه هناك برامج في طور الإنجاز برامج مستقبلية الدولة ما تخلاش على سياسة الاجتماعية في الساكن نعم اليوم الحمد لله يعني العدد يعني العدد الضخم والضخم لسكنات الحمد لله ومازال ماضين في هذا في هذا السياق نعم أنت مديرا مديرا بناء كذلك في هذا الإطار شفنا مؤخرا أوكلت بإنجاز الملاعب للوزارة السكن وكان أشرف عليها في طارق بلاليبي وزير السكن والعمران والمدينة هذا الملاعب شوف الجزائريين صعاب الجزائريين من يشوف حاجة شابه يقولك يعني باش يشكر لك حاجة لكن في قضية الملاعب الكل تفق عليها أنه ملاعب عالمية شرفت الجزائر عالميا رفعتنا من رأسنا وهذا الشيء لواحد يقوله لأنه في النهاية هذه بلادنا لما تكون حاجة شابة وذلك نفتخروا بها خاصة لما تكون الأمر الرياضي لأنه صراع الرياضي والمنافسات الرياضية هذه الملاعب هدوما كذلك عرفنا أنه عرفوا تطور كبير وعرفوا إنجاز من ناحية الشكل وأنه النوعية تبقى الوتيرة وتيرة الإنجاز السابق كانت باطئة أو ما بدأت سارع شوية هل هناك تقنيات جديدة في إنجاز الملاعب خاصة وأنا أعلم أنه هناك ملاعب أخرى سيتم إنجازها قريبا والله السر يعني السره في يعني التعليمات التي أصدها سيد وزير سكن والعمران المدينة الشخصيين اللي كان يشرف على عملية يعني المتابعة والمراقبة بالعريبي كان يدور في فلادي أو كان يدور غير في الإستاد اليوم يعني منذ قارة سيد رئيس الجمهورية بتحويل هذا الملاعب الكبرى إلى وزار السكن والعمران المدينة اللي هي اللي هي اللي هي مهنية أكبر مرقية وهي مهنتها وهي أهل الإختصاص منذ ذلك الحين يعني كانت عملية التشخيص للأمور اللي ما مشاتش لما عرفنا وشخصنا سيد الوزير أصدر تعليمات منها يعني نظام ثلاثة في ثمانية منها إنظام المناولة منها يعني احترام الرزنامة احترام البلانينج يعني للوقوف شخصيا بيعني بزيارة فوجائية كذلك وضع ما كتب دراسة جزائرية وكوادر جزائرية متخرج جميع الجمعات الجزائرية اللي اكتسبت التجربة في عملية يعني المتابعة والمراقبة والحمد لله الإنجازات اليوم راهي هنا ويعني اللي سمحت الجزائر باحتضان أكبر من تظاهرة ريادية وهذا بشهادة اللي تحتضن ووقع خلال أشهر تحتضن الألعاب العربية وإن شاء الله الألعاب العربية وإن شاء الله يعني كان مواعد ريادية أخرى إن شاء الله بفضل هذه الإنجازات اللي يعني قامت بها وزارة أشرفت عليها وزارة الساكن العمران والمدينة يعني اليوم سمحت الجزائر يعني تطلع المصاف يعني الدول ومفخارة للجزائر وعندنا ملاعب يعني فريدة من نوعها نفتخر بها على الساعة الإفريقية ولا العربية ولا الإقليمية والسر هو العمل ويعني لما توكل لما توكل يعني الأهل الاختصاص يعني توكل المهام إلى أهل الاختصاص نتيجة رهي هنا والسر تاني يعني يعني في ميل قرارات صاري ميسيد الوزير هي أنه اعتمد على عنصر شباب وإطارات اللي متحمسة وشغوفة اللي حابة تتعلم وتكتسب تجربة وإن شاء الله يعني المشاريع اللي جايها مستقبلا إن شاء الله عندنا بما يكفي اللي تسيرها ولي إن شاء الله تسمحنا باش نكونوا في المواعيد وبلغ الأهداف المرجوة المرجوة واليوم الحمد لله هي مطابقة لمعايير الفيفا تتحوز على تكنولوجيات الحديثة من ناحية مثلا الحصص التقنية ياسكونا باليولو تيكنيك الحمد لله بالراقي مورك بوهران دوين إن شاء الله عن قارب يعني يكون جاهز تزيزو تحفف النية رائعة كذلك كل هذه المشاريع إن شاء الله إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي أعلنها سيد رئيس الجمهورية وإن شاء الله وزارة ساكن الأمران والمدينة ترفع تحدي وماضية في هذا النهج هذا من أجل يعني إضافة إلى مشاريع وتجهيزات كبرى اليوم بفضل هذه التجربة اليوم إن شاء الله نقدر من نرفع تحدي وكونوا في مستوى تقلوا نتمود البناء ويطار بوزارة الساكن ويطار أقديم وأنا نعرفك نعرفك منذ زمن الأقل سريدة ووزارة دي لكم اسمها وزارة الساكن والعمران والمدينة يلا أنا لما نمشيه في طرقات نسمعه بدي فيلا أو فيلات يقول لك إحنا عندنا فيلات رح تشوف الفيلا ديك تلقاها قاعد بريك من بره صورة سيئة لنامط العمراني إيش عارفوش نقدر نقولك فوضى رغم إنه مساحة أرضية ما شاء الله ماشي داخلها في بيدون فيل والله من دك تلقا لي بيدون فيل هادوك تجمل من هادوك بين قوسين اللي اسموهم فيلات هالإجراءات هدية تحسين نمط الخارجي للسكنات الخاصة وليس السكنات اللي تمنحها الدولة مثل هادا ما يسمى البنايات الولايات هادوما هل هناك إجراءات معينة ورجع بالوقوف عليها الآن حتى نعطي صورات جميلة للبلادنا والعاصيمتنا والولايات الأخرى وكل لما تجوز في طيارات تشوفها من فوق والله البلاد بساحة تتحبط بدا تشوفها في البريكة هاداك الحمر الله تحت لي الفرصة اليوم نذكر اليوم من بين كذلك المشاريع اللي نشرف عليها في وزارة الساكن وهي إعداد قانون تعمير الجديد نعم قانون تعمير الجديد سيأتي بإجراءات يعني صارمة في فيما يخص مخالفة معايير والتعمير بفضل يعني وضع تنظيم وتجهيزات أخرى لتسمح بشديد المراقبة ومعاقبة كل المخالفين للأمران ولكن يعني اليوم بالنسبة للطابع الجمالي يعني المدنة وهذه اللي لطيس مهدوما اللي يراهم في البرفيري ديفيل منسوش باللي هذا تاركم يعني تاركم سنوات تاركم 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 والجزائر شهدت يعني مرحلة صعيبة صعيبة فوضى الفوضى لهذه الوضعية اللي عاشتها البلاد نعكست كذلك على العمران ولكن إن شاء الله الأملنا يعني في المستقبل كبير وبفضل يعني توجيهات حتى سيد رئيس الجمهورية يعني أمر باستحداث شرطة العمران بالإضافة إلى إدخال يعني تدابير يعني يعني لتطبيق يعني كل مخالفة لأحكام تعمير وإن شاء الله إن شاء الله يعني بتضاف الجهود ولكن هي ما هيش قدية كذلك يعني وزارة الساكن للعمران وحدها إحنا من ناحية يعني تنظيم ولا ريجولاسيون ما فيش مشكل من ناحية النصوص ولكن تطبيق على أرض الواقع لازم له وزارة داخلية والوزارات الأخرى ولات الجمهورية إن شاء الله يعني حتى رؤسات البلديات والرؤسات اللي لازم يحلسوا على تطبيقك أراف البريدية شوية شوية لأنهم يحلسوا على هذاك باش يفوط عليهم برقدة ما كان يعني آآ يملي حتروح لأمور الإدارية شكرا لك السيد لا أفو ويعطيكم صح على الاستضافة سعيد جدا باستضافتك يا أخي وأنا أسعد وأعرف رضا أنك تقف على أمور اللي هي ربما كانت فيها تلعوبات الآن تم ضبطها هي قضية البطاقية الوطنية للسكن شكرا لك ومن خلالك لكل إطارات وزارة السكن والعمران عندنا انتقادات للوزارة ننتظر سيد الوزيع طارق سيد طارق بالعريبي لما يجينا اللي هنا ولو أنه ما عندناش الآن وش نهضره على السكن؟ كتر ملينا نهضره على الملاعب معه الملاعب الPR هي ماشية؟ لا لا ماشية إن شاء الله كما ذكر يعني سيد الوزير كان حصة معتبرة إن شاء الله اللي سيشرف عليها وكالة عدل هي اللي حتبنيها اللي هي الأمور راهية إن شاء الله ستضبط ولا تمدت للعدل إن شاء الله الPR هي ماشية ولا قعد تمدت للبروموتر أنا أقول لك باللي من هذا البلاطون قل لك يعني غير يشربوك اسمه برد شكرا لك سيد طارق باريب اللي أشترك بارك لك دون مشاهدين الكيرام كان هذا عدد اليوم من ضيف المورنغ الأمل التقي بكم غدا إن شاء الله في نسم وعدة لنفسي القناة ما أبقى ليلا أقول لكم كلاعدة دام الله وعز الجزائر حافظة أمنها وسترى شعبات رقم زميلة في ريالا ليستكمال ما تبقى من برنامج الشروق مرنغ